موسيقى 50 قتيلا من داعش في الرقة على ايدي مجموعات مسلحة مجهولة القوات العراقية تحرر عددا من القرى في تلعفر وتتقدم نحو مركز القضاء وفي القاهرة وزراء التنمية الاجتماعية يؤكدون على همية نشر الوعي الاجتماعي لمكافحة الإرهاب أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ قتل 50 فردا من تنظيم داعش بهجوم نفذته مجموعات مسلحة مجهولة على مواقع اجتماع لهم في منجم الملح شرق مدينة الرقة واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية في أحياء المنصور والرشيد والمدينة القديمة وشارع المنصور وحارة العجيلي ومحيط مستشفى الأطفال وسط وجنوب المدينة سياسيا انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أمس اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات السورية بحضور منستي القاهرة وموسكو بهدف الخروج بوفد موحد إلى مباحثات جينيف المقبلة وبحث موقف من مصير بقاء بشار الأسد في الحكم أطياف المعارضة السورية أخيرا على طاولة واحدة في العاصمة السعودية الرياض بعد أيام من التأجيل أكد فيها معارضون بأنها كانت لأسباب تقنية مواضيع كثيرة كانت على طاولة اجتماع المعارضة وهي مواضيع الحل السياسي مثل بيان الرياض الإعلان الدستوري مكافحة الإرهاب الانتخابات والعملية الانتقالية إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل محادثات جينيف ونقلها من استعراضات شكلية مع الوسيط الأممي إلى مفاوضات فعلية مصير بقاء بشار الأسد في الحكم كان هو المحور الرئيس في المحادثات التي عقدتها الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو فذلك البند يعد أبرز البنود التي تختلف بشأنها الأطراف المعنية ففي الوقت الذي ترفض فيه الهيئة العليا للمفاوضات رفضا قطعيا نقاش وجود الأسد في مستقبل سوريا تتمسك منصة القاهرة بأن نقاش إنشاء هيئة حكم انتقال وعودة النازحين أولى في هذه المرحلة مع إصرارها بأن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا بينما تفقى منصة موسكو مصرة على موقفها بشأن تنحية هذا المطلب من قائمة مطالب المفاوضات الدولية وفي هذا السياق لفت مصدر في الاتلاف الوطني وآخر في الهيئة لصحيفة الشرق الأوسط إلى أنه قد يتم طرح حل وسط يرضي المجتمعين يقضي ببقاء الأسد فترة محددة بستة أشهر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الاجتماعات المتتالية التي ستعقدها أطياف المعارضة من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام ستنتهي بحسب أعضاء في الهيئة العلية للمفاوضات بإعلان أسماء ممثلين عن المعارضة في مفاوضات جينيف توافق رؤى المعارضة في الرياض ستكون العلامة الفارقة في مصير مفاوضات السلام السورية وتحدد ملامح المرحلة المقبلة التي قال ديمستورا عنها مؤخرا إنها سترسم في شهر أيلول سبتمبر القادم وسيكون هناك منعطف كبير في طريق الحل السوري قبل أربع سنوات استيقظ العالم أجمع على فاجعة إنسانية حينما شن النظام هجوما على منطقة الغطى الشرقية القريبة من دمشق في الأسلحة الكيميائية الهجوم أوقع المئات بين قتيل ومصاب بعد أربع سنوات ما زال سوريون يطالبون بمحاكمة الجاني مجزل بحق الإنسانية في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس سنة 2013 استفاق السوريون والعالم على صورة مروعة لأجساد ممددة سلبت أرواحها غازات سامة ما لبتت أن انبعثت من صواريخ أطلقتها قوات النظام على الغوطة الشرقية شرق العاصمة السورية دمشق مسفرة عن قتل ألف وأربعمائة شخص بينهم أربعمائة طفل أثارت مشاهد المجزر تعاطف العالم مع الشعب السوري وتنديده بوحشية النظام في حين تعالت أصوات طالبة المجتمع الدولي بالتحرك بعد يوم أسود في تاريخ البشرية لم تبقى منه إلا الذكريات المؤلمة أنا واحد الناس 17 واحد من عائلتي ولادي ومرتي واختي كلهم استشهدوا وأصغر عائلي أنا عائلتي بتستشهد بزملكة في عائل والله العظيم أربعين شهيد من عائلة وحدة والله العظيم ست صواريخ نزلوا على زملكة مواد كيموية لون نادية الذكرى الرابعة لمجزرة الكيموي أحياها السوريون كذلك بتنظيم مظاهرات ووقفات في بلدان اللجوء التي يقيمون فيها حيث تدول ناشطون تسجيلات مصورة لوقفات أحيت ذكرى المجزرة في مدن إسطنبول التركية وهنوفر الألمانية وباريس الفرنسية وأمستردام الهولندية كذلك الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاجات كيمو الأسد ومجزرة الكيموي واستنشاق الموت وعبر السوريون في تغريداتهم ومنشوراتهم عن غضبهم لمرور أربع سنوات على المجزرة دون محاكمة النظام والمسؤولين عن المجزرة أربع سنوات مضت على مجزرة الكيموي في حين ينتظر ذو الضحايا إنصافا دوليا ومحاسبة الجاني الأمر الذي لم يتحقق بعد بل تاه ذلك كما ترى المعارضة السورية في بيروقراطية أروقة الأمم المتحدة وهي أي البيروقراطية التي دفعت المدعية العامة السابقة المختصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي إلى الاستقالة والتعبير عن إحباطها من استمرار الجرائم في سوريا من دون توقف منذ ست سنوات خلت فما مجزرة الكيموي في الغوطة إلا واحدة من 207 مجازر ارتكبها النظام في سوريا لا تسقط بالتقادم وفق الحقوقيين ولن تمر من دون حساب وفق ذو الضحايا في العراق حررت قوات مكافحة الإرهاب قرات الرحال وجبارة وحسين إدريس والملة والمجيد جنوب غرب تلعفر ورفعت العالم العراقي فيها وفي سياق متصل تقدمت قوات الجيش العراقي سوب مركز قضاء تلعفر من المحور الغربي للقضاء تعمل القوات العراقية التي بقيت في مدينة الموصل القديمة ولم تلتحق بعمليات تحرير تلعفر على إبقاء هذه المدينة خلية من مقاتلي داعش لا سيما أولئك الذين يحاولون الاختفاء بين البابان المهدمة وأنقاضها منع لمحاولة استغلالهم تحرك باقي القوات صوبة اللعفر لتحريرها مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل بينما انطلقت العمليات العسكرية لتحرير تلعفر من احتلال داعش تستمر في الوقت نفسه القوات العراقية بتفتيش وتطهير مناطق الموصل القديمة تجنب الاستغلال التنظيم انشغال القوات بتحرير تلعفر وبعد مضي نحو شهرين من تحرير المدينة القديمة ما زالت مخلفات هذا التنظيم منتشرة في بعض الأماكن من هذه المناطق أثناء التفتيش لتطهير المنطقة القديمة ومنطقة الموصل القديمة في منطقة شارع خالد بن الوليد وشارع عينينا وفسر ايشخانة مستمرين رأي سجاد جاي نحثر عليها يومية أثناء التفتيش حيث شو هاي عبوات على الشكل بازوكة ما ملاحقين يصنعوهن لين اثناء التحرير موات 37 جاي نحثر عليهم بهذه المناطق تطهير المنطقة ان شاء الله خلال أيام راح يتم تعلان تطهير منطقة الموصل القديمة بالكامل رفقنا كتيبة الهندسة والمعالجة في قوات الشرطة الاتحادية العراقية أثناء عمليات البحث والتفتيش في منطقة السيرج خانة حيث عثرت هذه القوات على كتسين للاعتداء والمتفجرات أسفل إحدى العمارات في هذه المنطقة الواقعة ضمن المدينة القديمة أعتداء هي عبارة عن قنابر 120 يصنعوها على شكل فتايل واطلاقها على شكل بمبات أيضا قنابر 82 عبوات ناسفة مسلكة بفتايل أيضا قنابر للطائرات المسيرة أعتداء 37 عتاد 37 سلاح 37 مضاد أيضا بواري تاب بازوكات واسبي جناين وبعض المواد المتفجرة اللي صنعوها هم تصنيع محليك يعني بما يخص هذه أتصور هي خاصة بالدروع نعم 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 كانوا صنعونها على شكل ربط فتايل واسلاك واطلاقها باتجاه الدروع هاي طريقة استعمال مالتها قذائف محمولة على الكتب مزودة برأس حربي هم كانوا يستخدمون هذه ويستخدمونها بعض الطرق على شكل باتريات أو شكل بارود أو فتائل لغلط لاخها على الدروع مقاتل داعش كانوا يستغلون محلات الأهل والأسواق العامة في خزن الأسلحة والعبوات الناسفة كما هو واضح هنا حيث وضعوا أسلحتهم هنا في أحد محال بيئة الفساتين وبدلات الأعراس العائدة لأحد أهالي منطقة سيريج خانة هاي الأسلحة والأعتداء يستخدموها ويضموها بعمارات تابعة للمواطنين ويغطوها أو يستطروها ببعض الغراض التابعة للمحلات حتى ما تبين فإذا كان لهم فرصة بالعودة مرة أخرى يستخدموها فإذا تقدرون تشوفون هذا الكدس القبل قليل شفناه يقلنا في محل مال البدات العرائس كانوا يحاطين البدات العرائس عليه حتى أنه لا أحد يشوفه وإذا استنحت الفرصة الثانية بأنه يرجعون عليه يقدر يستخدموها مرة ثانية على القوات الأمنية هذه المخلصات تؤكد أن داعش في الموصل وجميع مدن احتلاله السابقة كان حريصا على أن يمعن في جلب الأذى للمواطنين ومنتلكاتهم على حد سواء من خلال إقحام السكان والمناطق الآهلة بهم في نشاطاته من أجل زيادة نطاق التدمير خلال عمليات التحرير لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد قتل جيش اليمني 15 فرد من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في معارك في محافظة تعز واندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في مديرية الصلو جنوب شرق تعز في وقت تستعد فيه قوات الجيش الوطني لتنفيذ خطة واسعة لتحرير المديرية من الإنقلابين إلى مصر حيث شن الجيش المصري عملية أمنية قرب الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا بناء على معلومات استخباراتية مما أدى إلى تدمير مركبات معدة لتهريب أسلحة وذخائر وتقوم القوات بالتعاون مع حرص الحدود بتمشيط المنطقة وملاحقة وضبط الخلايا الإرهابية انطلقت يوم أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة انطلق اجتماع لكبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والشباب العرب تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في عمان من القاهرة يوفين مراسلنا رمضان المطعن بالتفاصيل إعادة تأهيل البشر والحجر الذين يدمرهما الفكر الإرهابي وخاصة الداعشية دفع جامعة الدول العربية لترجمة توصيات قمة عمان الأخيرة من خلال اجتماع كبار المسؤولين في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية العرب للوقوف على ما تم إحرازه من برامج التنمية وجود الوزارات التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي بما لها من تاريخ فيه الإشراف على جماعيات أهلية واستقطاب هذه الجماعيات أكثر في دور أكثر إيجابية في توعية المجتمع على الطاولة طرحت التجربة العراقية وما أصاب بلاد الرافدين من انهيار البنى التحتية وكذلك إعادة بناء وتأهيل الإنسان فكريا لمجابهة الإرهاب توحيد الخطاب الديني مثلا يجب أن الوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول العربية تتفق على محددات معينة نقول مناهج يبغي أن تعكف لجنة من خبراء التربويين من مختلف دول عربية من المعروفين بالوسطية بوضع مناهج التربية الإسلامية لجميع الدول العربية دون ثمن تستنزف مقدرة المجتمعات جراء الإرهاب ما يشكل ضمارا للتنمية الاجتماعية ويستوجب وقفة عربية ببرامج حقيقية تسير في وجه آلة الهدمة المعنيين في الدول العربية يحرصون كل الحرص على أساس أن وضع مجموعة من الأساليب والبرامج لمكافحة الإرهاب من أجل أن تمضي التنمية المجتمعية قدما إلى الأمام جسد الأمة العربية يتكون من حوالي 70% من الشباب نسبة فطن إليها الإرهاب واستخدمها لذلك تسعى برامج التنمية لاستهداف تلك الفئة واحتضانها على الدول العربية أن تضع على سلم أولوياتها موضوع الشباب الشباب هم منارة المستقبل وهم فرسان التغيير في المستقبل يجب أن يرفضوا بفرص عمل لهم نجد نسبة البطالة كبيرة الاجتماع أصفر عن تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المكترحة لمكافحة الإرهاب خطان متوازيان هما محاربة الإرهاب والتنمية وبينهما تقبع آفات تضرب بعض المناطق العربية وجهود تبذل الخروج من دائرات الإرهاب المفرغة ومحاربته على كافة الجهات وتنفيذ مخرجات القمة العربية السابقة واللحاق بالأخرى بالرياض من الجامع العربية لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة قتل تسعة متمردين وأصيب ثلاثة عشر آخرون بجروح خلال اشتباكات في منطقتين في إقليم نانجرهار في أفغانستان وقال المتحدث باسم حاكم نانجرهار إن متمردين من جماعة طالبان هاجموا القوات الخاضعة في منطقة باتيكوت مشيرا إلى أن خمسة مهاجمين قتلوا وأصيب آخرون بجروح عندما ردت القوات على الهجوم قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن باكستان اتخذت إجراءات ضد كل المتشددين بما في ذلك شبكة حقاني بتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن سياستها في أفغانستان وقال المسؤولون الأمريكيون إن أفراد من الجيش الباكستاني ووكالة الاستخبارات الباكستانية تدعم جماعة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني متحالفة معها والتي تعد أشد جماعات الأفغانية المتشددة عنفا فيما تنفي إسلامباد هذه الاتهامات على مدى سنوات الثلاث الأخيرة توتر ظهور حمزة بن لادن في أشريطة صوتية صادرة عن القاعدة عقب تعرض قيادة التنظيم بزعامة أيمن الظواهري بأزمات عدة وانتشر الحديث في أوساط مؤيدي التنظيم حول إمكانية أن يستلم حمزة بن لادن قيادة القاعدة فكيف سيؤثر ذلك على التنظيم؟ نتابع في الأشهر القليلة الماضية كثر الحديث عبر مواقع إلكترونية موالية لتنظيم القاعدة عن حمزة بن لادن وأشيع على أنه قائد التنظيم الجديد الذي يستطيع إدارته كما ترتضيه المرحلة القادمة على حد زعمهم لكن وفي حال تم ذلك وأصبح الشاب العشريني قائدا فكيف سيؤثر ذلك على المقاتلين والمؤيدين لهذا التنظيم على حد سواء؟ أولا العارفون بمبادئ القاعدة يعلمون أنها ترفض انتقال السلطة عبر السلالة وهذا الأمر قد يفضح نفاق القاعدة وحمزة معا وسيشعر مؤيدي التنظيم بالخداع من قبل سلالة بن لادن ثانيا ضخامة الترويج لحمزة بن لادن على هذا النحو يوضح تماما الفراغ الكبير في صفوف التنظيم الأولى وخلوها من قادة أكفاء قادرين على القيادة لهذا اتجهت إلى منح الألقاب القيادية للأطفال ثالثا هي شخصية حمزة الضعيفة وانعدم الخبرة لديه حيث يعتقد الطفل المدلل بأن أموال أبيه واسمه يسمحان له بالتحدث بازدراء مع الآخرين وإعطائهم الأوامر للتضحية بحياتهم من أجل الانتقام لإسم عائلته وحينما كان العشرات يقتنون ويصابون في أعقاب أعمال والده في أفغانستان تم إرسال حمزة للعيش بسلام وراحة في إيران بالنسبة لأتباع القاعدة المعارضين لقيادته حمزة لا يزال غير ناضج وغير كفء يطمح إلى القيادة بطريقة غير مشروعة فإلى أي مدى قد يساهم حمزة بلاد بتتمير القاعدة التي تعارض قيادتها التوريث وأي خلل سيقلقه أداؤه في التنظيم أمرت البحرية الأمريكية بتعليق عملياتها حول العالم بعد حدث التصادم الذي وقع لإحدى مدمراتها قرب سنغافورة وأسفر عن فقدان عشرة بحارة وإصابة خمسة آخرين بجروح وذكرت البحرية أن المدمرة جون أس مكين التي تصادمت مع ناقلة نفط شرقي سنغافورة وصلت إلى قاعدة شانجينغ بعد أن تعرض هيكلها لأضرار فسببت في تدفق المياه لتغمر بعض المقصورات نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير كويتر يحتفل بعد غد بمرور عشر سنوات على أول هاشتاغ أحييكم من جديد بين الأمل بالعودة إلى أحطان الوطن وبين التحدي والصبر على الشدائد في بلاد المغترب يواجه حسام مصيره متمسكا بأمل العودة إلى سوريا على الرغم من السنوات الست التي أبعدته عن كل أحلامه وأماله ويحقق ما يصب إليه بالدراسة والعمل وبناء سوريا أجمل مما كانت عليه من قبل مراسلتنا في لبنان تريسي أبي أنتوان والتفاصيل موسيقى موسيقى في شخصية حسام محمد علي تحاول الألام أن تتسلل إلى طاقات الأمل فتنتصر حينا وتفشل أحيانا كثيرا وغالبا ما تكشف عن مشاعر طواقة للدار والأرض والأهل في ريف دماشق بدنا اليوم نرجع على سوريا أبل بكرة يعني ما عد فينا نتحمل أكثر من هيك يعني ست سنين راح من عمرنا هيك على الفاضي بس ما كنا متوقعين أننا نتهجع وننصر لها المواصيل هاي بس الله يفرجها يا رب الله يفرجها يا رب ونرجع بلادنا ونعمر أحسن من الأول ابن الثانية والعشرين عاما يعيش صراعات داخلية أجهزت على قدرته على التأقلم مع الوضع الراهن فبين الحسرة على عدم إكمال دراسته والشعور بالذنب تجاه أهله نتيجة إصابة طلقاها في الحرب يحتل الهم تفكيره ويطارده في أيام الملل الطويلة يعني لا فتت يعني كفيت مدرسة ولا شيء ولا أخذت مصلحة ولا بقدر عين أبي على كبرته تأمل أنه من رب العالمين أنا عندي فضول أنه بتعالج وبتحسن وبطيب مشان بس وأدعي لربي مشان عين أهلي على كبر يتذكر حسام رفاقه بين من هجر إلى الخارج وبين من نزح إلى المناطق الأكثر أمانا وأولئك الذين ماتوا بسبب الحرب أيام حلوة كانت كنا بنروب مثلا في مدرسة بنروب نلعب فيها طابع بعد ما بنرجع مثلا بنطلع اللي عنده على الأسطوح بنشرب شاي قهوة ونععد مبسوطين بنرجع على البيت وكل حياتنا كانت إنجاد ذكريات ما بتنسى بس الله يفرجها يا رب بس هيك أن نرجع مثل الأول مجموعة صور فقط حملها حسام معه من سوريا إلى لبنان تنعش روحه وتبلسم جراحه كان تركت شي جزء من حياتي وراي وطلعت وخسرته وبتأمل أني برجع شو حملت معك نصري يا رب ما درت أحمل شي ما حملت غير معي صور يعني درت أن أحصل فين بس هالصور صور أنه لذكرياتي بس مشان أقدر كل ما بشوفهم برتاح أكتب من هيك ما درت أجيب شي وهي بالغرفة هون يعني وأنا عم أفكر شو يعني شو راح يصير فينا وطلعت شوف الصور شو بتحس بأمل براحة نفسية إلي يعني بتأمل أنه برجع عسورية يعني بتروحهم فيون يعني سير في عندي راحة شوي ورغم الذنب الذي يلاحقه والأسف على ما آلت إليه حاله يرفض حسام الخضوع فأثر على تربية الطيور يبيعها في مخيم النزوح وجواره في مساهمة ولو بسيطة تجاه أهله وفي انتصار مقدر على عجزه وتبقى سوريا بالنسبة للكثيرين من جيل حسام حلما يتغذى بالقصص والذكريات ويتشبع بالأمال على رجاء العودة لأخبار الآن فريسا بيونطون لبنان ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها أجرت 13 عملية جراحية لتشبه إيفانكا ترامب خضعت امرأة إلى 13 عملية جراحية في أقل من سنة لتشبه ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وعلى رغم من خضوعها لعمليات عديدة إلى أنها ما تزال تريد إجراء المزيد ولكن الأطباء يطالبونها بالانتظار فترة تصل لأربعة أشهر حتى لا تسوء حالتها وإلى صحيفة الخليج مشاهدين التي اختبنا منها لكم إنجلا ميركل لاجئة في تفاصيل الخبر أطلقت لاجئة سورية على ابنتها التي ولدت في مدينة ألمانية اسم أنجلا ميركل بدافع الامتنان للمستشارة الألمانية وقالت تقارير ألمانية إن هذه الطفلة ليست أول طفلة تحمل اسم المستشارة الألمانية إذ أن هناك أسرة أخرى في مدينة هانوفر شمال ألمانيا أطلقت ذات الاسم على طفلتها في عام 2015 ونطالع مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم الخائن سيبقى خائنا بحسب العلم توصل الدراسة الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون خيانة أثناء أول ارتباط أكثر عرضة لتكرار حالات الخيانة حتى ولو اعترف الطرف الخائن بفعلته وأبدى ندمه عليها وإلى صحيفة الحياة مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم حصان صغير بمليون ونصف المليون يورو بيع حصان صغير بمليون وخمسمائة وخمسين ألف يورو في مزاد أقيم في مدينة شمال غربي فرنسا ليكون ثاني أغلى حصان يباع في هذا المزاد السنوي واشترى الحصان صندوق استثماري مقره في لوكسنبورغ وختم مشاهدين من صحيفة الشرق الأوسط ألمانيا تصنع أولى شاحنة لتنظيف الجو من الغبار أطلقت بلدية مدينة كولون الألمانية أولى شاحنة من نوعها لا تنظف أرضيات الشوارع من الأوساخ فحسب وإنما تنظف أجواء المدن من الغبار تعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا يحتفل تويتر في الثالث والعشرين من شهر أب أغسطس الجاري مع العالم بمرور عشر سنوات على استخدام الهاشتاغ الذي يعد وسيلة بسيطة لتصنيف التغريدات يصبح اليوم واحدا من أكثر العلامات المستخدمة بتغيير العالم اختار الزوجان مايكل وجولي لحظة الكسوف الكلي الكامل للشمس في الولايات المتحدة لتكون هي لحظة عقد قرانهما وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية كسوفا كليا للشمس بظاهرة لم تحدث منذ تسعة وتسعين عام وفي أخبارنا الرياضية وجه المهاجم الإسباني دييغو كوستا انتقادات لاذعة لطريقة تعامل ناديه بطل الدور الإنجليزي لكرة القدم ومدربه الإيطالي أنتونيو كونتي معه مشددا على أنه ليس مجرم وقبل ختم النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قمزون قتيلا من داعش في الرقة على أيدي مجموعات مسلحة مجهولة القوات العراقية تحرر عددا من القرى في تلعفر وتتقدم نحو مركز القضاء وفي القاهرة وزراء التنمية الاجتماعية يؤكدون على همية نشر الوعي الاجتماعي لمكافحة الإرهاب بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة ذكينا المباشر في ذات الموقع أعوذ وألتقيكم مشاهدين بعد قد من نصف ساعة في مجزد الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة